نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة بتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية حفلة تدشين كتاب لا تستسلم خلاصة تجاربي لمؤلفه الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي لا يمكن لغذاء العقل أن يستطاب مذاقه من قبل راغبيه إلا إذا تضمنه تكوينة دسمة اختيرت أصنافها بعناية فائقة من قبل معد حرص على أن تناسب مؤلفاته أذواق تلك الألباب لا تستسلم خلاصة تجاربي كتاب يضاف إلى سزلة الكتب القيمة التي صفت كلماتها وعباراتها وحتى معانيها المستفادة بحكمة الكاتب الإماراتي الأستاذ الدكتور جمال السويدي الذي آثر على إطلاق نسخته هذا من على أرض مملكة البحرين مدلولات تقف وراء إتمام هذا التدشين كتاب اليوم هذا كتاب حقيقة حسب ما سمعت عنه وتطلع إلى قراءته هو زبدة تجارب هذا الرجل العظيم صبر وفاء ولاء وعطاء لوطنه هذا هو المفروض الدرس لأبنائنا والأجيال القادمة اللي يبون كل شيء بالسهل هذا الرجل صبر وثابر وقدم رغم كل الصعوبات اللي مر فيها يأتي هذا التكريم في مملكة البحرين برقبة منه اختار مملكة البحرين ليدوشن آخر أصداراته وهي تجربتها الشخصية عنوانها لا تسلسلم روى خلال هذا الأصدار الأخير له مسيرته الشخصية ومسيرته العملية ومقاومته لمرض السرطان وكيف استطاع مع هذه المعوقات أن يجتاز هذه التحديات وأن يواصل في مسيرته وفي عطائه لبلده الإمارات ولدول الخديج ولدول المنطقة في عديد من المجالات كتاب يسرد فيه السويدي تلك الممرات الطويلة التي خاض فيها جولات من الألم والشقاء حتى استطاع بعزيمته اللامحدودة الوصول إلى نور الشفاء ويصبح بإمكانه أن يعيشها ليروي فصول فلاحه كتاب طبعا الشيء الرئيسي اللي فيه إن كل إنسان في الدنيا صاد في صعوبات الحياة فلا يسمى هو يتوقف عند كل صعوبة ويحاول ويقتل المصطعان لا يسمى فقط يعني الكتاب هذا يقول للناس صعوبات سواء في الدراسة أو في العمل أو في المرض هذا يجب أن يقتل الإنسان كأي عاقم ولا يسمى طبعة قيمة حكاياتها توثق بطولات شخصية معرفية تستحق أن تكافأ بثقة لفكر قارئ ترجح عنده كفة ميزان الذوق الرفيع القارئ البحريني هو المقصود بوجهة النظر الإماراتية الإمارات يجي البحرين ويطلق كتابه فهذا شرف لنا كإماراتيين وشرف لكل المؤلفين والمفكرين في العالم العربي لأن البحرين معروف أرض الحضارات مهد الحضارات العلم في الخليج كل دول الخليج انطلق من مملكة البحرين مؤلف اتخذ فيه المؤلف طابعة تجربة شخصية إنسانية تفردت وتميزت بعظيم فحواها ومكنون مضمونها الذي تمحور حول عدم الاستسلام أمام التحديات تجربة يلخصها قول مأثور إنما النصر صبر ساعة لا تستسلم خلاصة تجاربي عنوان لكتاب تستلهم منه الصبر والإرادة ويضع بين يدي القارئ تجارب الرخاء والشقاء وأن كيف للإنسان أن يمضي نحو وجهته دون الاكتراث بما قد يعصف به من شدائد قد تثنيه عن تخليد اسمه في قائمة من جاب المعرفة بجبال الفكر الرفيع لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر